الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة يوم جديد مشارج جديد وأكيد مواضع جديدة قصة المدينة وأهل المدينة كالمعتاد البداية بالعناوين ومع يا سمين مرحبا يا سمين مرحبا أزل أسعد الله مساكم مشاهدين بألف خير وأهلا ومرحبا بكم هذا يوم جديد من أيام أهل المدينة خلي نشوف يشتونها المدينة وشخبار أهلها ونبلش بالعناوين الموصليون يستذكرون فاجعة غرق العبارة السياحية وظهور مدينة عان القديمة غربي الإنبار جراء الجفاف وامتعاض من المواطنين من فرض رسوم على دخول المتحف الوطني هذه كانت العناوين انتظرونا بعد قليل التفاصيل الله بالخير مرة أخرى الله بالخير يا سمين الله بالخير البارحة كان عندنا كثير من المواضيع تغطية خاصة كانت تابعة الموضوع عن عيد الأم وأعياد نوروز وكان البارحة كان أكد فتح حادثة معينة لكن إحنا اجلناها ما ردنا أن ننثير الأهجان يوم أمس والأحزان رغم أننا أيضا كان عندنا معاناة طلعناها عن الأم العراقية وبعض المقاطع التي كانت أكيد مؤلمة لكن هناك موضوع هو كان للأسف أنه صادف وصار مع هذه الذكرى التي هي مال عيد الأم قبل ثلاث سنوات حتى في وقتها إحنا فيها للمدينة لغينا الاحتفال كنا معدين احتفال وتغطية خاصة لكن اللغة هذه التغطية نتيجة هذا الحدث الأليم الحادثة هي حادثة العبارة في الموصل اللي راح ضحيتها المئات من الناس الأبرياء يعني ثواني قليلة قلبت الاحتفال بأعياد نوروز والأم إلى مأساة راح تبقى إلى الأجيال القادمة للأسف وارتبطت بعيد الأم وعياد نوروز وكل سنة في ذلك المكان يكون هناك حزن كبير حتى العام الذكر احنا غطينا الموضوع ومع أيضا السنة الأولى أن الناس تروح هناك تستذكر بالقرب من العبارة أهلها خاصة اللي لحد الآن ما لقوم وهي هاي القضية اليوم راح نحكي بيها في بداية حلقتنا مع مراسلنا اللي ذهب إلى هناك إلى مكان الحدث جمال البدران معنا عبر الاسكايب جمال أهلا بك جمال حقيقة احنا ما كنا نتمنى أنه البارحة محتفلين بأعياد نوروز وعيد الأم واحتفالات ومجوربية لكن هذا واقع حال بالعراق للأسف عندنا الكثير من المناسبات ممكن تكون السعيدة يعني احنا جاي رمضان عندنا في نهاية رمضان الناس تستعد للعيد احنا عندنا أكثر من ذكرى أليمة في نهاية رمضان لأكثر من انفجار لأكثر من حادثة تخلينا أن ندخل حتى العيد واحنا منكسرين لكن احنا اليوم عندنا أيضا حادثة أليمة هي قضية العبارة هناك الكثير من الناس يوم وأمس استذكروا هذه الحادثة بالمجيء إلى المكان لكن القضية وما بها رح نحشي به اليوم احنا عن وجود هناك العشرات من المفقودين اللي لحد الآن في عداد المفقودين ولا يوجد أي بوادر لإيجادهم واستخراجهم من النهر أو البحث عنهم أتمنى أن تشرحنا شين اللي صار منذ البارحة واليوم حتى احنا نوصل صوت الكثير من الناس التي تنادي صارت للسنوات من أجل البحث عن دويهم شكرا أزل يعني يوم أمس 21 آذار وبمناسبة أعياد نوروز كانت لها الذكرى الثالثة لمرور حادثة وكارثة العبارة لهزة العراق والعالم في وقتها عندما راح ضحيتها أكثر حتى لا توجد أرقام رسمية باللي كانوا على متن العبارة ولكن حسب تصريحات مدير الطب العدل الدكتور حسن واثق يوم أمس كان عندي اتصال معه وتصريح خاص قال حتى الآن يعني ما انتشل وما عثر على جثثهم هم 142 جثة من جثث حادثة العبارة أيضا مدير الطب العدل أكد قال حتى الآن يعني ما زال مصير ما يقارب العشرات يعني ما عندها أرقام ثابتة قال العشرات ما زال مصير هم مجهول حتى الآن بعد مضي ثلاث سنوات على تلك الحادثة الأليمة أزل في حين تلاحظين من خلفي هي جزيرة مربيعين جزيرة جزيرة السياحية معروفة في مدينة الموصل هذه المسافة هذا النهر اللي يفصل بينه وبين الجزيرة هي كان في وقتها بالمناسبة أنا التواجد في أحد الكازينوات اللي على مقربة وعلى ضفاف نهر دجلة اللي من خلف تقعية العطارة أو الجزيرة السياحية لسنوات طبعا الناس شوية كان عدها صدمة ورهبة من التواجد في هذا المكان بسبب الحزن والألم اللي ألم بسكان الموصل في حينها بدت لو ضع ترجع لطبيعتها ولكن حقوق العوائل ما عادت من قبل الحكومة إلى طبيعتها مثل ما كانت بالسابق وإذا أرجع لك شوفي أزل مو ورايا هذا اللف ما للنهر طبعا هذا مجرى لنهر دجلة كان أكو عبارة متعة الذهاب إلى هذه المنطقة طبعا الجزيرة مغلقة منذ ثلاث سنوات هاي اللي خلفي مغلقة منذ ثلاث سنوات من يوم الحادثة نعم ولحد الآن في يومها كان ارتفاع منسوب نهر دجلة اللي أبلغت فيه الموارد المائية قالت أكو ارتفاع للمنسوب هو قدر كان صار وبعد راح فالعبارة تعبر من هاي الضفة اللي أنا أتواجد فيها إلى الضفة الأخرى حتى تصل يمكن تشوفين اللي خلف يمكن أزل في نصف النهر انقطعت الحبال وقلبت وصارت الحادثة كان العدد أكبر كان العدد أكبر بكثير نعم نعم فكثير ناس مثلي في مثل هذا الوقت كانوا على هذه الضفة لهذه الكازينو أو المقاهي والكازينوات الأخرى ففجأة تشوفين في نهر دجلة أنه المئات ده طوف وده تغرق ناس وهي الزوارق اللي ده شوفوها من خلفي اللي تعمل للسياحة كان لها دور كبير بالإضافة إلى الدفاع المدني ده شوفوين هذا الزوارق اللي من خلفي هذولا زوارق أهلية شوفي هذا الزوارق هذولا زوارق سياحية تستخدام في حينها الكل توقفت عن عملها وتوجهوا لانتشال الجذر وإنقاذ ما أفضل هذا مثبت جمال أنت تتحكي بالمقاطع الفيديو التي اتشرت نحن لاحظنا هذا الموضوع نعم صحيح أكيد نعم أمس حقيقة يعني كان هناك غصة وصرخة لعوائل ضحايا العبارة وكان هناك خيبة أمل تجاه بعض النواب وتجاه الحكومة في عدم استحصال حقوقهم الحكومية حتى الآن وعدم احتسابهم شهداء يعني نحن كان في ودنا أنه يكون ضيفنا وحسب ما اتفقنا هو الزميل الصحفي والإعلامي عبدالجبار الجبوري اللي راح من ضحيته تقريبا أربع أشخاص اثنين من بنات غرقة وبالحاديثة زوجت غرقت واخد زوجت أيضا غرقت كان إلى مطالبات قال حتى الآن يعني رغم أن البرلمان تحدث عن تشريع ويعني أن يشرع قانون جديد لأن يحتسب شهداء العبارة وضحايا كشهداء بس قال العراقيل في مؤسسة الشهداء حتى الآن لم يحتسب يعني الموضوع بس فقط بالاسم جمال لحد الآن رغم مرور ثلاث أعوام الموضوع لحد الآن اسمي مو بس اسم وهذا الاسم يترتب عليه حقوق أزل نعم يعني أنت إذا اعترفوا بهؤلاء كشهداء لازم أن الحكومة توفي بالكزامات وحقوقها التقاعدية بحساب هؤلاء الضحايا هم شهداء يعضون بمساقات ورواتب حتى الآن الحكومة لم تقم بتعويضهم بأي شيء جمال هذا حتى العثور على الجثة هذا خص الطرف نحن عندنا حاليا نحن عندنا حالتين حالة ناس لقيت الجثة مغلتها ودفنتها وخلاص وناس لحد الآن تدور تجي بالقرب من العبارة تبحث نعم لحد الآن يعني شوف أكو جثة عثرة عليها بالحمام علي يعني تقريبا هذا المجرع 20 كيلو متر جنوب الموصل عثرة عليها بالقيارة 60 كيلو متر جنوب الموصل في وقتها حتى أيضا هناك فرق من الدفاع المدني والغواصين أتراك استعانوا بهم في وقتها للبحث عن الجثة بس حتى الآن يعني ما أعتقد يعني حتى حتى اللي يؤثر عليها قد تكون أشناء جثة أو هياك العظمية حتى وإن كانت يعني معنات نحن نقول توقف البحث تعرف أنت بعد فترة جمال يتم التوقف تعلن تعلن الجهات المعنية بأنه توقف حاليا نحن متوقف عندنا عمليات البحث اللي يتم يمكن إذا وجده فبطريق السطف يتم وجوده بالضبط يعني إذا يصير مثلا بالقيارة مثلا الحمام علي في هذه المناطق الطوف جثة مثلا أو أشلاء جثة متفسقة مثلا توقف بأغصان أشجار أو ما شابه مثلا لهالي تجي فرقة دفاع المدني أو الزوارق حتى الأهلية لأن أغلبها يكون زوارق مثلا إذن هنا نشون يثبتون طيب جمال إذن هنا نشون يثبتون الناس اللي فقدوا أهلهم ولحد الآن ما لقلهم جثة كيف يثبتون أنهم كانوا ضمن العبارة حتى يتم احتسابهم كشهيد تعرف هذه هم قضية مهمة أقف سجلات طبعا طبعا أقف سجلات سجلات الطب العدلي مثبتة بكل العوائل المفقودة يعني إحنا ذكرت لك تصريح الدكتور حسن واثق مدير الطب العدلي يعني ما أجي من فراغ قالوا أنه حتى الآن المسجلين عندي العشرات ما زال مصيرهم في عداد المفقودين العشرات قد يجوز عشرة يجوز عشرين يجوز ثلاثين يجوز أربعين يعني ما تعرف إحنا ما نعرف نعم ما عدنا إحصائية كاملة لعدد المفقودين لأن أنت ما عندك إحصائية ثاتة مئة بالمئة بأعداد بغرقة وبتقولها تكحونات ناس تقول مئتين بس تقول ثلاثمية يعني مو أكثر من هذا العدد اللي كانوا على العبارة بس هي العبارة ما تتحمل يعني أرقام كبيرة يعني حتى لو فرضنا جدلا إذا كانوا مئتين أو مئة وتسعين وعثنا وعلى مئة واثنين واربعين بعدود ستين أو خمسين مفقود أما اللي لازال ما تصير مجهول حتى الآن طيب حتى نختصر الموضوع بالنهاية ننطيل زبدة مثل ما واحد يقول حاليا مطالباتهم أمس كانت وقفتهم اللي هي مثل كل سنة وقفتهم من أجل تفعيل القانون اللي تم إقراره من قبل مجلس النواب اللي هم احتسابهم شهيد وبالتالي يتمتعون بما يتمتع بي أي شهيد حقوقهم يأخذوها هذا حاليا مطالباتهم بالضبط هاي مطالباتهم أيضا مطالباتهم للنواب اللي يستغلوا بقضية العبارة وحوائلها للدعاية الشابية أمس كانت رسالة الأهالي العبارة كانت للنواب قالوا مع كل الأسف أنه بعض النواب لم يفو بالابتزاماتهم تجاه حوائل ضحايا العبارة وكل كلامهم كان هواء في شبه يعني كل اللي وعدونا به جاءوا مو الكل دا أتكلم عن اللحظ جاءوا وضحكوا علينا وتاجروا بقضية حادثة العبارة حتى الآن اللي طالبوا في قبة البرلمان وزايدوا بس انضحايا العبارة حتى الآن ما لمسوا أي شي على أرض الواقع كل ما بالأمر أنتوا لحد الآن أنه داي يحتسبون شهداء أما داي يذكرون داي يقولون أنه العراقيل أنه قرناه في مجلس النواب بس مؤسسة الشهداء هي التي تضع العراقيل طيب مؤسسة الشهداء مني طالب غير ممثلي الشعب وهم النواب يروحون يكملون القضية يراجعون تعال ليش شنو احنا عوائل مضحايا ليش يتي ليش حقوق نينو دايما ليش هذه الأزمات ليش دايما هذا التعمد في إخصاء نينو ومن كل مواضيع طيب احنا نشكرك مراسلنا جمال البدراني كنت هناك للأسف أنا ما أشوف ناس راح تبقى هناك رائحة الموت للأسف ولذلك كثير من الناس ما تروح مو خوفا ما تروح حزنا وألما إلى مثل هكذا مكان يعني كل واحد نفسيا بعد أي مكان صار بيه موت وصار بيه فاجعة فاجعة بمعنى الكلمة هي في يومها صارت فاجعة العبارة لا يمكن لأي شخص بعد أن يروح نفسيا ما يقدر يروح فحراماته مثل هكذا مكان حيوي مفروض أنه كل أنحاء العراق ممكن حتى من خارج العراق ممكن يزورها لكن هناك غصة كبيرة صارت في هذا المكان بعد فاجعة العبارة الله يرحم اللي راحوا ومثل ما قلت لكم هو يعني حرامات أنه يكون عندنا إحنا مفاجعة مثل هكذا يعني حادثة المفروض أنه هي متصير لكنها صارت ما راح أقول إهمال متعمد لكن إحنا دائما نقول يلا خلاص يعني على الله هذا غلط إحنا لازم كل شيء واحد يحسب لحساب كل شيء هو أشياء هي علمية دقيقة هذه العبارة تتحمل هل قد ما تتحمل زيادة إحنا أحيانا ننسى مثل موضوع المصاعد الموجودة في المستشفات هل قد تتحمل إحنا نصعد فوق وماني يوقع نقول والله أنت تعرفون هذا الموضوع على الموحن نتمنى إن شاء الله ما تعاد مثل هكذا فواجع ونتمنى أنه مجلس النواب والمسؤولين عن هذا الموضوع وهذا الملف يتابعون القضية ويعني يطون حقوق الشهداء ويتم البحث عن البقية لأن الناس خطيئة يقول لك أنا أتفن الميت أفضل مما أنا أبقى بانتظار البحث عنهم الله يرحمهم جميعا ومثل ما قلت لكم هو المفروض كان الموضوع بارحة ناخذه لكن تم تأجيله لأنه ما ردنا ننغص عليكم الفرحة يعني هي عيد الأوم وعيادنا وروز فأجلنا إلى اليوم الله يرحمهم جميعا ويا رب من نحجي بيها السنة القادمة لأنها ستبقى ذكرى أليمة بيها أنه تم توفير كل حقوق الشهداء وإن شاء الله يا رب تكون الناس يعني قد ترتاح على الأقل تقول على الأقل إجالهم في التعويض معين ولو هو ماكوش يعوض الأرواح الجراحة نعم الله يرحمهم وأكيد رح تبقى هذه غصة بالقلب وما رح تنسي هذه الفاجعة نروح إلى الموصل رح نشوف هالمرة هذا يعني نقدر نقول خبر مفرح هو مفرح ومقلق صراحة إحنا متعلمنا على الانفراجات فجأة وبدون مقدمات اليوم أهالي الموصل يتساءلون لانفراج أزمة الوقود خصوصا لأول مرة منذ أشهر طويلة واختفاء الطوابير سيارات اللي تريد دائما تتزود بالوقود بظرف ساعات طيب بشلون وين راحت هذه الطوابير وين راحت هذه الأزمة ويتمنون أنه متتكرر هذه الأزمة اللي ما حد يعرف لحد الآن شنو أسبابها لأنه بصراحة ببلشت تتأثر على مفاصل حياة خلينا نشوف هذا التقارير وشنو يقولون أهالي الموصل حول انفراج أزمة الوقود نطول لتلس ساعات تقريبا على ما يجينا السرة أسهل الوقت الحالي يدعي ماشيين على بطاقة السكن والقسيمة وماشي البانزين مثل ما يعني متمنى المواطن وهذا الشي نتشكرهم عليه وأنا مع العلم أنه رقم سيارتي بس يماشيين على بطاقة السكن والقسيمة التموينية الحمد لله لا يوجد أي أزمة السطح بين البانزيخان مباشر بدون أي سرة وإن شاء الله تدوم هيش يضل ما في السرة ودائما نفوول والله أنا أستفدت البانزيخان لم أطول حسنا خمس دقائق الجيش واقف بالباب على بطاقة السكن يفوت عادي ورقم نينو وراس يفوت بدون بطاقة السكن بس اللي عنده سيارة شي مال هذا بطاقة السكن بطاقة السكن إذا نينو يفوت يفوت عالبوز راسا ويطلع قبل تم يوم كانت أزمة ما يوجد أزمة بس يرى يصل للمناصة تقف لك أربع خمس ساعات يظل يتفول لك أربعين لتر والله جيت أسا على الوقت دورت مني استنارة وما دي استغلقت لي الهوز الله شاهد لا أزمة ولكنش فرضا تلزمة إن شاء الله لا ما تطول أو لا تطول دقيقتين عدس باق الأيام لا كان الزحام باق الأيام ناحية الزحام بس جوية القاز ويل والله نسوق له ريات العديد بس القاز جوية الزحام وازم عديد إن شاء الله فضل لا لا إن شاء الله تفضل إن شاء الله تفضل ما شاء الله من يروح مسؤول بسرعة تنحل عدوان تشده قبل يعني وحقها حقهم الواطنين من يتسألون إنه أزمة تمتد لأشهر وفقط زيارة طبعا يعني حتى في بعض البلدان مو بس بالعراق حتى الآن نظلم العراق هي أزمة وإحنا دائما ننطلح يعني بالإعلام بس هم من يجي المسؤول ما عرف إن أنا يفتر عندهم العقل يشتغل هنا أنا يشغلون هالدقم للعقل حرامات إحنا نكون هالشكل يعني المفروض إنه إحنا نحل الأزمة من أجل المواطن ومن أجل الشعب ومن أجل الوطن مو من خوف من مسؤول أو مو إنه يجي المسؤول ينطلنا الضوء الأخضر المفروض إنه إحنا نعرف الحلول على عمو هذه هي أنا أحسها انفراج للأزمة مؤقتا لأنه للأسف إحنا دائما في الموصل نفرج الأزمة كميو وبعدين ترجع كما هي بس شوية الناس تلتهي ترجع مرة ثانية هذه الأزمة مرة أخرى ولذلك يعني إحنا إذا مو حل الأزمة ليش الأزمة بالموصل موجودة لكن في كاركوك حل جزئي لكن في بغداد يعني بغداد يصير بها أزمة بانزين ليش الأنبار صلاح الدين إذا مو كل هالأزمة تنتهي تماما وتضع الحكومة خطة محكمة واحد اثنين ثلاثة وأولها موضوع الفساد والتلاعب والتهريب إحنا يعني رح نرجع لهذه الأزمة هذه الأزمة ما اليوم أو حل الأزمة المؤقتة لمدة يوم يعني ثلاثة ما يفيدنا رحنا لكاركوك ونبقى يعني نبقى في أجواء أسمي الحل الجزئي المتناوى بالمؤقت كاركوك تعرفون شهدت صارها فترة طويلة أيضا مشكلة وأزمة بالوقود على رئيسها البنزين والنفط طلعوا آخر شي تظاهرات آخر شي نصبه وخيمة وكانت حتى التظاهرات شديدة اللهجة وقالوا إحنا إذا هل شكلوا نروح إلى بغداد ونعتصم ونقول أن القضية يبدو أنه هي مشتركة ما بين الحكومة المحلية والحكومة المركزية لكن الأكثر على الحكومة المركزية حتى نعرف إحنا يعني يقال أنه هي تم حل جزئي لهذه أو هناك انفراد جزئي البنزين العادي متوفر وحاليا فارغ المحطات وكل واحد يدخل حاسب الكوبون حتى أهل كاركوك هم اللي يتزودون ويقال أن الموسى رح تتبعها بموضوع الكوبون وهذا الموضوع أما البنزين المحسن لحد الآن عليه مشكلة اللي هو أي واحد يجي يعني حتى من خارج المحافظات ممكن أنه يتزود منه حتى نعرف إحنا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع أنه إحنا شلون نجد حل مو بس في كاركوك في بقية المحافظات ينضم معنا الخبير الاقتصادي السيد علي مال الله أهلا بك سيد علي نشكر انضمامك إلى أهل المدينة اليوم ما رح نحكي أنا أتمنى أنا أتمنى أنه نحكي إحنا شوية عن كاركوك أيضا وشوية عن العراق يعني إحنا خلينا نستغل نكون طماعين نستغل وجودك يا خبير الاقتصادي لأن الموضوع الاقتصادي موسهل تماما ممكن إحنا كنا نحكي بالسياسة لأن تعرف صارت السياسة هي فتشي معلن للجميع فصار بات المواطن العراقي محلل سياسي في بيته لكن المحلل الاقتصادي لا حقيقة هذا علم ودراسة لا يمكن أنه إحنا نتكهم بيها ونتنبأ بالموضوع هذا الموضوع اختصاص بحد أحب أحكي خلينا نحكي عن كاركوك ليش الأزمة في كاركوك تتكرر المشكلة الرئيسية وين وهل حالها صعب ومعقد بحيث أن الجهات المعنية عاجزة عن حالها في الوقت الراهن شنن المحتاجين حتى يتم حل هذه المشكلة من كاركوك بحيث نحس أن كاركوك هاي اللي تمر عليها آلاف السيارات باليوم مو من كاركوك وإنما من خارج كاركوك تتزود بالبنزين بشكل طبيعي وما يشوف مثل هكذا اختناقات أمامها أو طوابير أمام محطات الوقود ستأزل يعني مثل ما بينتي بأن محافظة كاركوك محافظة مهمة لأنها تقع على طريق ترانزير بين المحافظات المحافظات الإقليم وكذلك باتجاه باتجاه العاصمة بغداد ومنها إلى محافظات إلى محافظات الجنوب أنا سأتحدث لك بالأرقام عما شهدته محافظة كاركوك خلال هذه الفترة الماضية خلال ثلاثة أسابيع وقبلها هذه طبعا هي أزمة المشتقات موجودة في محافظة كاركوك ودائرة المنتجات النفطية في وزارة النفط منذ أربع سنوات تطبق البطاقة الوقودية كاركوك لكونها محاددة لمحافظات إقليم كردستان يعني ارتفاع الطلب على ارتفاع أسعار النفط عالميا وصوله إلى ما يقارب 114 دولار للبرميل الواحد ألقى بظلاله على ارتفاع أسعار المحروقات طبعا بالشكل العام هذا ارتفاع السعر في السوق العالمي أثرت على ارتفاع سعار البنزين المحسن والسوبر في محاولات إقليم حيث وصل السعر السوبر إلى 1400 دينار للتر الواحد وسعر البنزين للتر الواحد في الإقليم حاليا التجاري يباع بما يقارب 1100 دينار عراقي في محافظة كاركوك أثرت الأزمة يعني صارت عندنا تقريبا ثلاثة أسابيع الطوابير كانت تقب المواطن يقب لساعات للتزود ب40 لتر تجهز عبر البطاقة الوقودية من قبل المحطات الحكومية يضاف إليها ثلاث محطات كانت تجهز البنزين المحسن بواقع 40 كذلك السعر اللتر للعادي 450 دينار و650 بالنسبة للبنزين المحسن طيب ماذا ما اتطرقت في بداية كلامك بأن تقريبا ما يقارب 4 أو 5 أيام شهدت كاركوك لأول مرة اعتصامات أمام أحد المحطات التعبية الوقود في منطقة طريق بغداد وسط المدينة اعتراضا من المواطنين على الإجراءات التي اتخذت من خلال استخدام البطاقة الوقودية للتزود بالبنزين طبعا هذا الإجراء لجأت إليه دائرة المنتوجات للحد من عدم تزود يعني طيب استاذ علي الذين يمرون في المحافظة ومعافظة ومعافظة تقنين هذا التجهيز نريد أن نعرف الأسباب الحقيقية لأزمة هذا الوقود لماذا تصير هذه الأزمة الأزمة الرئيسية الأزمة السبب أن محاولة كاركوك لا تمتلك مصفات لإنتاج البنزين يعني محاولة كاركوك اعتمادها يتم تجهيزها بمليون وثلاثمائة وخمسين من محافظات من مصافي بغداد ومن مصافي بيجي وكذلك من مصافي الموجودة في أربيل وفي السليمانية طبعا هذه عقود وقعتها وزارة النفط بشراكة مع القطاع الخاص لتجهيز محافظة كاركوك بالمنتوج الحل لهذه المعضلة أن يكون في محافظة كاركوك مصفات خاصة لإنتاج البنزين هذه المصفات سيكون لها دور للقضاء على نهائيا على أزمة البنزين في محافظة يعني هل هذا صعب؟ سيد علي هل هذا صعب؟ معقد الموضوع؟ زارة محافظة كاركوك خبل ثلاثة أيام وكان زيارة طبعا معالجات سريعة بأنه قام بزيادة حصة السيارات التكسي من 80 لتر إلى 120 لتر وإرغاء الإجراءات التي كانت مفروضة على تجهيز البنزين المحسن يعني كان متبع النظام الفردي والزوجي مقابل تجهيز أصحاب المركبات الآن التجهيز لبنزين المحسن ثلاث محطات تعمل يضاف لها بأن المنتوج البنزين للسيارات العجرة زادها من 80 لتر إلى 120 لتر كذلك لأول مرة في محافظة كاركوك خمس محطات تعمل على مدار 24 ساعة وهذا الإجراء ساهم بشكل كبير بأنه أنهى أزمة البنزين على المحطات التي تعمل بطاقة مقالية سيد علي عدد من عدد 22 محطة حكومية سيد علي بس اسمح لي أيضا يعني أنا أعتبر هذه أوكي هذه إصلاحات لكن أيضا هذه الإصلاحات تعتبر وقتية إحنا أيضا عندنا في أيام الدروة راح تكون عندنا أيام العياد والمناسبات راح يكون هناك عندنا أيضا راح نرجع مرة ثانية لهذه الأزمة من الممكن أن نباتل صرفة شي هم ترجع هذه الأزمة موضوع المصفات مهم هل هو معقد صعب صعب أن نأسس أن نحن ونسوي مصفات في كاركوك لو معقد الموضوع ستأزل يعني طبعا شوف أنت فتحتي موضوع مصفات طبعا مصفات كاركوك أنا ما فتحت أنت فتحت سيد علي نعم نعم مصفات كاركوك صح تمام أنا لا أتحدث لك عن هذا مصفات كاركوك طبعا طرح بنفس السنة اللي طرح به مصفات كربلا مصفات كربلا النفطية تقريبا شارفت على الانتهاء ولا زالت من صفات كاركوك حفرا على ورق يعني منذ ما يقارب من 11 سنة المشروع كم سنة كم سنة سيد علي كم سنة لم ينفذ هذا المشروع تمام كم سنة نحتاج يعني كربلا يمتبدو المشروع يحتاج لم يحتاج لو تم تجهيزه لو تم حالة المشروع إلى أحد الشركات الرصين الأجنبية خلال ثلاث سنوات لن تشهد محافظة كاركوك ولا صلاح الدين ولا نينوة ولا حتى يمكن تجهيز حتى مدن الأقليم طبعا أنا أنقل هذه المعلومة من خلالكم أنه مدير عام مدير عام دائرة المنتوجات قال بأنه المنتوجات تجهز الأقليم كردستان بمليون لتر بنزين يوميا يعني هذا دعم من وزارة النفط للأقليم للحد من ارتفاع الأسعار الذي هو موجود حاليا في أقليم كردستان يعني الوصفات لا يعني مو فد فد معضلة من أنه أنت تنجز مشروع استثماري يساهم في تشغيل آلاف عيدي العاملة في محافظة كاركوك سيد علي المعضلة بالنواية بيحب هذا الوطن بخذبة هذا الوطن بالتفكير لمصلحة هذا الوطن هذا الموضوع ما أعتقد يخدمهم فلذلك يعني حقيقة الروتين القاتل والروتين هذا الروتين هذا الوطن هذا الوطن هو شراد للروتين هل نعجز على تنفيذ مشروع متكامل نعم إحنا خلي نقول أنهم ناسين دائما نصف النية هنا في البرنامج نحاول ناسين ما جاية بالهم تعرف هنا كثير من الناس ممو أصحاب اختصاص في كل ما يدرون بالموضوع إحنا سنقولهم ممو أصحاب الاختصاص نقول لك واحدة من هذه المشاكل التي حاليا نحنا طرحناها وموضوع بناء مصفات خاصة لكاركوك وبالتالي تزود الكثير من المحافظات بالبنزين والوقود وبالتالي رح تخف أو تحل المشكلة بشكل كبير وبنسبة كبيرة نحن نشكرك السيد علي مال الله الخبير الاقتصادي من كاركوك شكرا جزيلا مشاء الله يا رب تشهد كل المحافظات انفراج كبير لموضوع البنزين عيب أن نحجي في بلد نفط عن موضوع أزمة بنزين عيب فعلا عيب نتمنى أن يكون هناك فعلا انفراج وحل المشكلة حقيقية إذا تضافرت الجهود وإذا كان هناك فعلا الناس تحب هذا الوطن وتريد قدمة هذا الوطن ومصلحة هذا البلد نعم نحتاج احنا التفاتة جادة من الجهات المسؤولة حتى تحل هذا الاشكال اللي صار يعني عبء على المواطن وبنفس الوقت يعاني منه المواطن طبعا احنا دائما من خلال برنامج أهل المدينة ننقل كل المطاليب والشكاوي اللي يعاني منها المواطن والأهالي أكيد رح نشوف مطاليب لأهالي صلاح الدين إلى وزارة النفط يطالبون بزيادة حصة القاز المجهز المولدات الأهلية لأن حصص القاز غير كافية بالتالي ساعات الانقطاع رح تكون جدا كثيرة يعني لو تجهزون كهرباء عبر الشبكة الوطنية لو تزيدون من تجهيز حصص القاز حتى أكيد يتم تخفيض أسعار المولدات خلنشوف هذا الفيديو ونرجع لا غير كافية سبب يعني كثرة انقطاع الكهرباء الوطنية يخلي أبا المولد دائما مشتغل وبعدين أبا المولد أهلي وتعرف أنت من يجيب يعني هم الرجال يريد تجهيز مادة القاز حتى يكفي المواطن وهذا الشيء قليل بالنسبة للمولدات الأهلية والله تيار الكهربائي مزين الحقيقة لأصحاب المولدات يعانون ماكو اسم مادة القاز ويجيحال إحنا نسا مقبلين على الصيف وراح يروح المواطن فإنس قولي وراح يروح أقوض والمولدات ما هي تجيب قاز قاز ماكو بالسوق والله الوضع الكهربائي في معاصل متردي لأبعد الحدود يعني إحنا في أجواء باردة المفروض تيار الكهربائي مستمر فصوصا هناك الأحمال قليلة المفروض الكهربائي متوفرة على مدى الساعة بس نلاحظ القطاعات مستمرة بالنسبة لأصحاب المولدات يعني دار روح نحاجج مع الموضوع التشغيل يقول لي مثلا نسبة القاز عندي قليلة مادة تكفي حتى أشغلك المطلوب بهذا الناشد أما توفرون قاز للمولدات حتى في سبيل حوظون القطاع المستمر مرور نحكي بهذا الموضوع حتى قبل شهر رمضان مو بس في صلاح الدين وإنما في بقية المحافظات العراقية عرفوا رح يصير الموضوع أكو مولدات كثيرة تشتغل بساعات معينة وتطفى باقي الوقت خاصة مثلا بالليل بعد أيام رح يجينا سحور وفطور أنا أتمنى أنه يصير موضوع إنساني يعني موضوع السحور والفطور ترى ما حلو الناس تقعد على ظلمة فأتمنى أن يكون هناك تعامل في هذا الشهر الفضيل ما بين أصحاب المولدات والناس الناس أيضا يعني الناس أيضا تتعاون مع أصحاب المولدات كثير من الناس تعتبر أبو المولد ند وعدو في حينه ترى أيضا علي حصة قاز مو دفاعا عنهم لكن هذا واقع حال حصة القاز هناك ضريبة كبيرة وإحنا ما طلعنا فيها للمدينة هناك اعتراضات من قبل أصحاب المولدات هم هم عليهم عبئة كبيرة ويبقى الهرم الأكبر هو الحكومة المحلية الحكومات المحلية عليها هي أنه تنطي قاز على الأقل بهذا الشهر وفر يعني بما يكفي لرمضان إحنا هذا هو شهر تحملوا الناس حاولوا توفروا لهم القاز هالحكومة المركزية نحك بيها توزعوا للحكومات المحلية الحكومات المحلية توزع لأصحاب المولدات ويأصحاب المولدات هلا هلا بالناس ويا مواطنهم هلا هلا بيأصحاب المولدات احنا خلونا نعبر هذا الشهر بخير وسلام وهذا هو شهر فضيل شهر محبة وتعاون وخير وانا متأكدة هناك الكثير من اصحاب المولدات راح تخفض اسعار حتى الامبيارات لكن على الحكومة المحلية توفير القاز اللي ما عمل احنا عندنا الوقود تارى كارثة موضوع الوقود انه نحجي بيه لحد الان تخيلوا كم موضوع احنا حجينا بيه اليوم اربع مواضع كل ساعة انتقل من محافظة اه هذا عندها ازمة بنزين هذا ونفض هذا قاز يعني عيب والله واحنا في بلد نفطي والله احيانا نقول انه هذا النفط لعنة على البلد لو ما عدنا نفط احنا ونستورده هواية افضل كان جبنا على قدحاننا وكفاننا وماكو هاي الازمات الكثيرة دخلنا حروب على مود هالنفط وتشوفون احنا حال البلد سلون يتراجع الى الوراء للأسف خلينا نغير الموضوع خلينا نروح الى غير مواضيع اتمنى انه موضوع ازمة الوقود تنتهي على خير وبالتالي ما نحكي مثل هكذا ازماتي نوعيب انه عندنا احنا النفط يجري من تحت اقدامنا واحنا نشكو من ازمة كبيرة في الوقود الموضوع رح نحكي به هم احنا يعني احنا بلاد النهرين سرح نحكي احنا بموضوع جفاف نحكي بازمة ومع اليوم العالمي للمياه لكن احنا نعيش ازمة حقيقية والقادم هو رح يكون للأسف اسوأ مثل ما تشوفين العراقين دائما يخافون من فصل الصيف والله شنو احنا نريد الكهرباء تتحسن لان جاي فصل الصيف وهس رح نشوف ايضا ازمة الجفاف طبعا احنا صارنا اشهر نحذر من هذه الازمة اللي هي ازمة الجفاف ومن مخاطر هذه الازمة الازمة حقيقية وعواقبها كارثية يعني لازم اكون هناك تحركات جادة لمعالجة هذه الازمة اليوم احنا مثل ما تعرفون بشهر اذار والجفاف واضح من خلال انخفاض مناسب المياه وهذا الشي رح يسوينا مشكلة احنا ابغينا عنها وهذه المشكلة بدت تظهر منذ تقريبا يعني الى من اربعة اشهر الى خمسة اشهر هذه اللي احنا نشوفها اما هي مستمر من سنوات وشنو اللي صار ما اكو اي شي صاروا التحركات من الجهات الحكومية ما اكو اي شي سووه او قدموه عدم الاستهلاك المنظم للمياه من قبل المواطن رح يسببنا ايضا مشكلة واحنا لازم نكون نحافظ على هذه الثروة وتعاون يكون هناك بين الدولة والمواطن لان الدولة يجب ان تخطط والمواطن يجب ان يجعب المسئولية لحماية هذه الثروة يعني الموضوع هام جدا يعني الجفاف اذا صار رح يكون كلنا احنا بخطر واخطر من الحرب يعني برأيي يكون اخطر من الحرب اليوم عندنا تقرير ابن الانبار رح نشوف هذه المدينة طبعا مدينة كاملة اسمها عان القديمة ظهرت بين ليلة وضحاها يعني فجأة ظهرت طبعا هذه موموسها هذه حقيقية مدينة غرب الانبار ظهرت بعد انحسار مياه نهر الفرات وهذا انذار بحلول كارتة خلن نشوف هذا التقرير ونرجع نعلق عن هذا الموضوع الخطير نستطيع ان نقول تظهر تتنفس بين الفينة والاخرى كل كم سنة كل سنة مع زيادة ونقصان من سوب النهر حقيقة يعني نحن نعاني في مدينة عان الجديدة من هذه المسألة وهي زيادة ونقصان من سوب النهر الذي يؤثر سلبا على الماء أولا حيث ان مشاريع الماء يعانون الكوادرنا في دوائر الماء من نقل المضخات وسحب المضخات خلال هذه الفترة خلال الزيادة وخلال النقصان نعاني من أزمة شديدة جدا وكبيرة يعني يعني قاعد تأثر علينا بشكل مطابعي وهي سببها الرئيسي انه قلة الوارد أقل من الحصة المقررة يعني ندل نقول بحدود الاربعين بالمئة يالله قاعد يصنى مي بالمقابل يعني السد قاعد يصرف مي أكثر من المي الوارد يعني حتى أبسط شي منسوب السد المفروض يكون مية وسبعة واربعين متر فوق مستوى سطح البحر حاليا المستوى ما التوصل للمية واربعة وثلاثين متر أثرت بشكل كبير يعني احنا المفروض نقدر نقول تجينا باليوم يعني كمية المواي بالحدود لخمسمائة متر مكعبة الثانية قاعد تجينا ميتين متر مكعبة الثانية مثلا اشقدر تفاع المدينة القديمة المدينة القديمة تقضي على مية وخمسة وعشرين متر فوق مصر السطح البحر هلسا احنا مية وستة وثلاثين فهلسا نص عاني طلعت يعني والمشكلة الأكثر انه الخفاض مستمر يعني فالمي قاعد ينسحب يعني حتى الفلاح المزارع او احنا مشاريعنا من ناصبها على المي على البحيرة من ينسحب المي من عندك كيلومتر هم رح تتوقف مشاريعنا نحن كشعبة زراعية في قضاء عاني نعاني معانا شديدة من شحة المياه الموجودة لحادثة الآن في المنطقة يتعذر ان ننفذ الخطة الشتوية أو الصيفية في المنطقة بسبب شحة المياه يعني ناشد المعنيين بالجانب المائي يعني شون يدبروننا الأمر لأن صعوبة أن ننفذ الخطة الشتوية أو الصيفية أما اليوم نفاجأ وأن مجرى نهر الفرات ينحسر ثانية بأسباب لا علم لنا بها نجد أن أهلنا في الجنوب وقد يستغيثون من العطش تستغيثوا زروعهم وتستغيثوا بواشيهم قبل الإنسان أجل نحن معنيون بهذا الأمر ونطلب من الجهات المسؤولة سواء حكومة المحلية أو المركزية وحتى جامعة الدول العربية أن تتدخل في موضوع نهر الفرات يعني من ما عرف هذه الأزمة صراحة أنه يعني صادمة صادمة وبنفس الوقت أنا أتذكر شايفة حلقة كارتون سنديباد همين يصير انحسار وتطلع مدن من جوه شايفتها؟ أهي أتذكر نفس الشي كأنما إحنا عايشين بالخيال إنه من وراء انحسار ما تظهر مدن إحنا ما شايفيها صارنا 40 سنة كارثية يعني يحتاج لنا بالفعل اتفاة جادة من الجهات المسؤولة لأن حرامات هذا نهر الفرات شيء يعني ما يتعوض سيفرحون الجهات المعنية ماكو نقول لك شوفوا بعد فوقاتها ضاوناكم إحنا مدن كانت منحسرة سالها عشرات السنين نتمنى إحنا طبعا موضوع المياه جاينا صيف الموضوع فعلا ينذر بكارثة إنسانية وصحية وبيئية ووضوع الجفاف لا يمكن السكوت عنه مع اليوم العالمي لي المياه علينا أنه إحنا نقول إحنا في خطر العراق في خطر كبير وحقيقي لازم يكون هناك تحرك دولي حول موضوع حرب المياه للأسف اللي صارها صارها سنين وإحنا ساكتين عنها ونشوف حاليا أنه هناك موت كبير لكل إذا ماكو مي جفاف معناتها النباتات والحيوانات وما فيها الإنسان ينتهي وإحنا معناتها نهاجر مرة قبل كم سنة قلنا سنهاجر من العراق لأنه تجبرنا الظروف على الهجرة للأسف بقية المواضيع كملها شاء الله باشر هذا كل مكان عندنا اليوم فيها للمدينة بلنا دائما نلتق على الخير والمحبة والسلام وعلى وطن سالم ومعافى ومنتصر فيما الله شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة